السلام عليكم طلاب اليوم نكمل للجزء الثاني وياكم من المحاضرة محاضرة 17 اللي هي محاضرة record base بعد ما شرحنا record base شون انو نسوي record base شون ناخذ القياسات من الpatient شون نسوي biotrim على record base وبشونو احنا نستفاد من record base اليوم احنا راح نشرح الprincipal اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار من الجنس تصفض اسنان اسطناعية ليقولك انو الاساسيات او الprincipal الرئيسيات اللي انتش تبيه taken نتاخذها بنظر الاعتبار اثناء انت سوي arrangement للartificial teeth in general بشكل عام ايش دايقول دايقول the same rules apply to the complete danger انتو العام صفدتو complete danger فنفس الاشياء او نفس القوانين اللي اتبعتوها بتصفيد الاسنان على complete danger نفسها تقدرون تستخدموها وين بتصفيد الاسنان للpartial danger apply to complete danger also apply to partial danger in regard to arrangement of posterior artificial teeth يعني انت من تجي تصفض البosterior artificial teeth تقدر تتبع انت نفس الخطوات اللي اتبعتها وين بالcomplete danger however since the occlusal surface of most natural teeth have been altered by wear artificial teeth should be altered with suitable stone and acrylic beards بعض اللي احنا يعني من راح يجيك شخص هو عمرة شبير يعني عمرة 55 سنة تقريبة اكيد يعني هذا الحجي او حتى انه الكبار بالعمر بالنسبة للنساء من يجنك هنانة تجيك كيابة تريد تخلي اسنان فهاي اكيد اسنانها اه مارة بمراحل كلش متعددة يعني هي تشبيرة بالعمر فاكيد اسنانها متعرضة للتآكل متعرضة للتسوس متعرضة للكسر فمن يجيك اه كل اللي يجون البيشنتية الكبار بالعمر خصوصا من يجون تبعوا على اسنانهم متآكلة اوكي فمن انت تجي تصفض الاسنان لازم هاي الاسنان اللي تخليها للبيشنت احنا صاح انه اكفد مداخلة بسيطة انه احنا صاح بلكون بليدين جرد شننا احنا نختار الاسنان للبيشنت اوكي اه بكيفنا حسب اللي يحب البيشنت حسب اللي يقعد على القياسات بس هنا لا انت شنو انت مجبغ انه تتبع اسنان البيشنت سوى حتى باللون مو فقط انه بالتآكل مو فقط انه انت اذا متآكلات اسنان البيشنت لازم تحط لأسنان متآكلة أوكي لا حتى باللون إذا لون هنداكن إنت مصر تحط ألوان أبيض بالأسنان إذا لون مثلا إذا إكبار هنم مصر أنت تحط أسنان صغار وهكذا يعني فإحنا لازم الأسنان اللي نخليها نخليها متناسقة ويا الأسنان الأصلية مع البيشنت فمن يجيك بيشنت تباوع تلقي هنا يوينها عنده أتر شن بأسنانة تشوفون هسه هذي أسنانة هنا شون متآكلة معناته أنه تنشار طبقة يتآكل السن فهناه وينه تشوف هسه هاي الأسنان هنانه الارتفيشيال تشوف هاي شون متآكلة شوفوا طلاب هسه شون مكسوسة عبالك مكسوسة قص فمن نجي إحنا نحط أسنان هاي الأسنان الأصناعية اللي تحطها انت للبيشنت لازم هاي هم بيها تآكل هم مكسوسة هسه تشوفوا هذا أبسط مثال هذا شوفوا هنه وينه هاي الأسنان ما للبيشنت متآكلة شوفوا هاي شون قصيناهن احنا سويناهن نفس هدني بالضبط فهو هذا الغار من الموضوع شوفوا هنايا هسه هذا سنة سنة للبيشنت الأصلي شبيه بيتآكل من جينا احنا حطيناهن هاي الأسنان هم سوينا بيها تآكل شوفوا لشوفون قدامكم فهو هذا الغار زين احنا بيش نسوي لهن أترجن شوفوا هذا الأترجن أو هذا الوير الوير معناته أنه طبقة السن تتآكل هذا هو الويرنج فعلى هذا الأساس شوفوا هسه هذا الدينتر شون احنا مسوي له ويرنج قصين الأسنان على مدى نسويها ويا أسنان للبيشنت شوفوا شون أخذنا مننا ويانا من الأسنان زين هاي شون انتو كلكم السنة اشتغلتو جبتو بير وجبتو هذا الانجن اللي احنا ناخد به وقمتو تأخذون بالأسنان هاي الأكريليك مالتكم أخذتو بيها شوية من جوه قللتو الارتفاع مالتها فبتضبط نفس السالفة انو انت شنو تحط عفوا انو انت تحط هذا البيع سواء بير مالأكريليك أو أي بير عندك انت أو ستون بير يعني هو هذا نوع مالبير حديد هذا البيع شو سو بيه انت تزمه وتأخذ من الأسنان اوكي اذا يقولك انو الأسنان تتغير عن طريق التعاكل مالي البيشنت لذلك الارتفيشيال تيثماتك هم لازم انت تتغيرها تخليها متعاكلة وي الأسنان للأصلية مالبيشنت سويتابول ستون اند اكريليك بير شون عن طريق انو تجيب بير وتقوم تأخذ بالأسنان بها الحالة مني تسويها انت هنا يوينه فهي بروبرالي بشكل متناسق هيش بيها رح يصير انتر كاس بيت شنو معناته انتر كاس بيت يعني هي الطبقة مالي الأسنان من سن رح يطبق على سنه يقعد بمكانه هذا شنو اسمه اسمه انتر كاس بيت اوكي يعني كاس فيقعد داخل كاس فشوفوا هنا طلاب شوفوا هاي شون صايرة انتر كاس بيت وغم ما قصيناها هاي الأسنان شوفوا شون صايرة انتر كاس بيت هو مو المفروض انو هيش طلاب هذا كاس بيدخل هنا وهذا سن بس احنا مناخذنا الأسنان الفوق هسا هذا سن البيشنت متأكل مننا ما بيه كاس بات جينا احنا اشتوينا هم قصينا هذا السن فصارت هيش الطبقية الانتر كاس بيت ما للبيشنت صارت هيش سن على سن اوكي فيقولك انو انت رح تقصها بستون بير بحيث انو تخليها انتر كاس بيت وهي الأسنان الأصلية ما للبيشنت اوكي تداخل زيان بعض شنو نزد لذلك it was preferring to use the risen teeth since they were more easily modified and reshape لذلك الأفضل انو انت تستخدم grandsه يحي ال theatres هاي الأكرة اللي نفسها اللي انتو استخدمتوها в war هاي الأسنان ليش احنا لازم نستخدم هاي الأسنان شنو الغرض هاذي بعره هاي الأسنان اللي انتو استخدمتوها يقولك يفضل انو انتا تستخدمها للبيشنت لان هاي الأسنان انت تقدر بكiyoruz لانه هاي الاسنان اني اقدر اعدل بكيفي بها استخدم هذا البير اللي انتو استخدمتو سنة واقدر اشيل منعتها اسوي بها متأكلة يعني اقدر اغير بها فالافضل ان نستخدم هاي ريزن اكريليك هاي الاسنان لانه ها اقدر مثل ما قلت لكم انه اقدر اعدل عليها واغير بشي بدا اغير شكلها يعني باعوا طلاب احنا دائما الاسنان مننج نصفط على الارتفيشيال تيت انتو السنة شنو اول ما قلو لكم قلو لكم خلو السكس اوكي خلو السكس بحيث انه لازم يقعد ويا الابزنك تيت يعني ويا السن مثلا من جيتو هسا انتو اعدكم هاي الاسنان الاصلية مع البيشنت اوكي فمن تجون انت عندك هاذا البيترم هسا هاذي القطع مال الواكس وهاي هي عليها شنو جواها الريكورد بيس من تجي انتو صفط السن لازم السن ماتك تخلي انتو الكاسباشن يعني شنو يعني يقعد ويا الكاسبات الفوق يعني احنا شنو راح نسوي راح نسويها هي تشي شوفوا طلاب بحيث انو هاذا الكاسب بيعد بالفوسة مال هذا السن وهذا الكاسب بيعد بالفوسة مال السن اللي يفوق هو هاي معناته علاقة الانتو كاسباشن يعني علاقة الانتو كاسباشن الكاسبات اللي جوا معه او السن اللي جوا مع السن اللي يفوق هسا هشوف لكم اياها هاذي شوفوا طلام هذه العلاقة شنو اسميها آني هذه الكاسب بالفوسة بهاي الفوسة وهذا الكاسب داخل بهاي الفوسة هذه العلاقة اسميها intercipsation شونو اسمها intercipsation شوفوا هاي التصفيض هنا نجوا نصفط لازم انو احنا هنا نصفط على هذا الاساس يسمونه intercipsation ويا الأسنان الأخرى شو راح نجيش قائل اللي هنا قائل اللي لازم انه انت من تجي ترتب ترجع العلاقة ما للإنتر كاسبال ريليشن يعني الاسنان ما لا تكلي بيهن كاسبات من تجي انت تصفض لازم ترجع العلاقة الأصلية ما للنورمال كاسبال ريليشن ما للبيشن وين إنه شون يعني يعني الميجيوباكالكاسب أو في الماكزيلاري فيرست مولر أوكي الميجيوباكالكاسب ما لمنه ما للماكزيلاري فيرست مولر أساعدكم هذا هذا الماكزيلاري فيرست مولر هذا السن خلي نقول الميجيوباكالكاسب هذا الميجيوباكالكاسب أوكي صاير بكالي من جهة البكال مول نقول وصاير بجهة الميجيال فيسمونا ميجيوباكالكاسب of maxillary perist molar located in relation bar هذا الكاسب واقع to the baccal groove وين واقع؟ واقع بال baccal groove شوفوا طلاب هذا هو ال groove بال baccal groove of the mandibular عفوا لا بالعكس هو شوفوا طلاب عندكم هذا شنو هذا الفيرز maxillary perist molar اللي هو شنو اللي هو الميجيو باكال كاسب هذا وين واقع الميجيو باكال كاسب ماته؟ واقع بال baccal groove مال منو؟ شوفوا هذا ال groove مال المانديبولار فيرز مولار يعني هيش العلاقة بين السنين صايرة هيش هذا الكاسب واقع بالقروف مالة هذا السن فهاي سموها intercaspation وبعدين شنو الطلاب أكون ملاحظة السنة كلكم أخذتوها شنو هي الملاحظة؟ الملاحظة هي أنه أول ما تجون الصفتون صفتوا سن السكس وعلى أساسه أنتوا صفتوا الأسنان الباقية يعني أول سن ترجعونه أكيد أنتوا كلكم أخذتوها هاي الملاحظة أول سن تصفتوا على الواقس اللي هو السكس وبعدين صفتوا أسنان الباقية فهنا يمين نفس الشي أنه أنت صفتوا السكس شوف وبعدين أنه الأسنان كل الأسنان صفتوا فعن للسكس طلاب صحيحنا دي نحتي هذا الشي بس مو كل مو كل الكيسات انتهسة آني السنة أبسط مثال أنه الكيسات اللي آني اشتغلتها من قبل مقتبر محاولة يرجع هذي لأن أكو مثل ما قلت لكم أكو أسنان متأكلة أكو أسنان مثلا تعبانة أكو أسنان صاير بيها سوبر ام بوزيشن وغيرها وغيرها فإحنا يعني بالبيشنتية الكبار بالعمر ما نقدر نرجع هاي العلاقة مية بالمية مثل الأسنان الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى انطانياها وانطانا الانتركاس بيشن للعلاقة مالتها لذلك أنه دي يقول لك هاي الكلاسيك الريليشنشيب اللي احنا نعرفها كنا هاي العلاقة مو كلش ضروري على مو تترجع مجرد ما أنه الوظيفة يعني إذا أنت البيشنت ذريد قود فاكشن مو بضرر أنه أنت تسوي لهي تعمود يحصل قود فاكشن لا ومجرد ما أنه أنت مصفط الأسنان بقياسات صحيحة أوكي والبيشنت مرتاح الريتينشن ما تزين بحيث من يأكل ميوقع وغيره وغيره فبهتالي البيشنت رح يقدر يحصل على وظيفة جيدة من هذا الديينشار يعني مو شرط أنه أنت مرجع للأسنان كاسب إلى كاسب فوسة وفوسة وكذا وكذا لا مو شرط هذا فيقول لك أنه هاي مو شرط على مو تحصل قود فاكشن وبالتالي أنه ما يقدر أنا أحصلها بمعظم الحالات يعني مو بكل الحالات أنا أقدر أحصل هذه العلاقة بس خلي أشرح لكم أنه شوفوا طلاب الميجيو بكل كاسب اللي هو هذا مال الماكزيلاري وين جاي؟ جاي بالبكل كروف اللي هو هذا طلاب مال منه؟ مالة المانديبولا الماكزيلاري جاي بمال المانديبولا فير سمولر وعلى أساس الأسنان البقية هي تصفض هي هاي علاقة اللي أنت كاسبايشن نكمل النقطة هذي الارتفيشيال بوستيريار تيوث الارتفيشيال بوستيريار تيوث الأسنان الخلفية لازم أختارها على مد أول ها هنا فتشغلة كلش حلوة أنه أنت الأسنان الخلفية من عندك فرار شوفوا طلاب أنه أنا الأسنان الاصطناعية الارتفيشيالتي أنا ليش أحطها أول شغلة على مد أنه شبيها تمليلي الاسبيس هذي الاسبيس اللي صايرة بين الأسنان شبيها على مد أنه الأسنان تمليليها هاي وحدة ثانيا على مد الأستيك يعني هسا من يضحك البيشن يبين أنه هو فاقد سن بس من أرجع له هذا السن هذا السن أنه ما حيخليه يعني من يضحك البيشن تبين عنده سن إذن انطاجه مالية أكثر فإذن ليش أنا أخلي ليش أنا أخلي أولا يمللي الفرار اللي موجود ثانيا ينطني أستيك خلي أرجع للشرح إذن الارتفيشيال لازم أنت تختار الأسنان أنه تمليلك الاسبيس اللي موجودة وتضطيق المتطلبات الجمالية الأسنان المفقودة مثل ما قلت لك أنه هسا من يضحك البيشن راح يبين أنه هو فاقد سن فهذا يعني هاي أصلا تحرموا بحكماته بس من البيشن أنا ألبسه هذا السن وهو مالي المنطقة وجاي وفق للسن اللي بصفة يعني نفس لون السن مال البيشن هسا من أنا أجي ألبس البيشن طلاب شوفوا من أجي ألبسه أنا أرتفيشيال تير إذا هو نفس الطول مال هاي الأسنان وإذا نفس اللون وإذا مالي المكان وماكه فغار وقاعد مكانه فبالتالي أنه أنا حصلت جمالية المنطقة لها للأسنان أوكي بعض شن يقول لي عادة أنه يقول لك الأسنان المصنع يحتاج أنه أنت تسوي بشوية على مود أنه يصير على مود أنه يقعد ويتمفصل ويالسن اللاخ فيحتاج أنه أنت تسوي بيه تعديلات طبعا يعني وهو هسا أنتو منحصيروا المرحلة رابعة من يجيكم الدينتشار كامل وتلبسوا بحلق البايشن فهو راح يسوي لتعديلات مثلا أنه يطلع السن شوية شبير فأنتو راح تضطرون أنه تأخذون من عنده يطلع مثلا السن شوية الكاسبات ماتة عريضة فرح تضطرون أنه أنتو تأخذون من عنده أو يطلع مثلا فيقول لك أنه السن يعني بشكل عام أنه يحتاج تسوي لتعديل على مود أنه يقعد ويالأوبوزين كتير يعني أبسط مثال أنه مثلا عندكم هذا السن راح يجي هذا الطبقة ماتة كل الشبيرة أو هيتش طلاب شوفوا الطبقة ماتة كل الشبيرة فأنتو يعني هذا جاي هيتش في الدنوب فرح تضطرون أنه أنتو تجونه تقصون تقصون شوية من هذا الكاسب أوكي لذلك فيقول لك أنه أنتو يحتاجه هواي تعديلات على مود يقعد بحلق الباشنط ويتوالمه الأسنان الأصلية الأوبوزينج ما للباشنط فمثل ما قلت لكم طلاب يعني شنو معناته أنه الأورجينال أكلوجل فور مو ضروري يعني العلاقة الأصلية يعني اللي عند الباشنط مثلا أنه رجع كاسب تو كاسب وفوسة وكذا هاي مو كلش ضرورية مو كلش أصلي يعني أنتو تطلبها يعني of little importance أقل أهمية in forming the posterior occlusion أنه بتكوين الطبقة ما غير موهر بباشر ليش لأن مثل ما قلت لكم أكو أسنان تحتاج إحنا نسوي لها تعديل أوكي أكو أسنان يحتاج أنه إحنا نسوي لها تعديل لذلك أنه هاي الأسنان مو كلش أنه يعني هاي العلاقة اللي هي كاسب تو فوسة مو ضرورية أنه إحنا غتجعها بكل بيشنط ليش لأنه مرات تحتاج أنه أنت تأخذ من الأسنان مثلا تقص شوية من الأسنان تسوي modification على هاي الأسنان على مو تقعد وهي الأسنان للاوبزينج ما للبيشنط فأني ما أقدر أنه أرجع الطبقة الأصلية أو أرجع هاي العلاقة بالبيشنط يقولك أنه هاي العلاقة أقل أهمية بتصفيط الأسنان أو الأكلوجول بالنسبة يعني الأطباق بالنسبة للأسنان الخلفية بالنسبة للبوستيريا أوكي يقول لك إذن في يعني هاي العلاقة شوفت لكم اياها little importance أقل أهمية in forming the posterior occlusion يعني الطبقة بالنسبة للأسنان الخلفية for removable partial denture the artificial teeth must be contact all opposing natural teeth to prevent their extrusion شوفوا طلاب أنه أنا من عندي هسة عندك هسة هذا اللوار وعندك هاي الأسنان الأصلية malipatient الأبر من جيد آني قلعة هذا السن احنا من نقلع السن اللي جوا فهذا السن اللي فوق راح يقوم يبدأ ينزل ليش لأن ماكو فد شي جوا أو فد سد انه يسد ليش لأن الأسنان أصلا مقلوع فهذا راح يبقى انه يطلع ليه قدامي صير بي extrusion يعني يطلع بحيث انه أخير شي يوصلي هنانا اللي حطيته لازم نصير علاقتها ويامن كونتاكت بينها وبين الأوبزنج ناتشغال تيث اللي هي هاي الأصلية malipatient على مو تمنع انه السن الفوق يطلع لي جوا اوكي فهي هذا الكنتاكت على مو تمنع الاكستروجين ماته بعد there is a broad arrangement that inno selection of posterior teeth with narrow reduced bacolingual occlusal surface for a form or desirable اكفت شغلة كلش حلوة لازم تخلوها ببالكم انه احنا من نجي نختار لازم انه دائما دائما باخترار الأسنان البكول lingual والطلاب هذا السن هذا البكر lingual هذا البكر وهذا lingual العرض مالته من البكر الى lingual دائما لازم يكون اقل من الطبيعي دائما لازم يكون narrow ضيق اوكي ما يصير احنا نختار اسنان عريضة اسنان عريضة كلش لا لازم الاسنان اللي نختارها خصوصا بالنسبة لل posterior teeth لازم شو تكون narrow العرض مالته ضيق يعني اقل من السن الطبيعي اوكي ليش؟ على مود انه الأسنان كل ما كانت ضيقها كل ما كانت شنو؟ كل ما كانت نحيفة راح تصير حادة فمن الصير حادة راح تقدر تخترق اللقمة بسهولة انه الطعام من يجي بسرعة راح تتمزق تمام؟ فاذا دائما وأبدا حاولوا انه من تختارون الاسنان ال posterior لازم شو تكون تكون البعد من البكال الى اللينجوا الضيق على مود انه اذا صار حاد راح يقدر انه يخترق اللقمة بسهولة اوكي من يصير ضيق يصير حاد يقدر يخترق اللقمة بسهولة فيقولك انه الافضل هذا المرغوب حاليا هو شنو اختيار الاسنان ودو باكولينجوا الاسنان اللي دشوفوها قدامكم اللي اختاريناها بهاي دستال اكستينشن يعني دستال اكستينشن هذا الفرار اللي صفتنا بالاسنان مننا يوينه لحد هنا هدا يسمونه دستال اكستينشن فالاسنان اللي دشوفوها قدامكم اللي اختاريناها على مود ان اعبي هاي المنطرة مال دستال اكستينشن اختارت وذ نارو باكولينجوا العبعاد او الودث مالتها العوض مالتها ضيق اكثر من الورجنال تيث يعني اكثر من السنر اصل الطبيعي وهاي وين حطيناها؟ حطيناها تقريبا بالباكول شيلف ايريا يعني شنو وين حطيناها؟ يعني حطيناها بالمنطقة اللي هي اصلا يصير عليها المظر اللي يتسلط عليها القوة اوكي هناك حطيناها على مود انه اللقمة اول ما تجي تجي تنزل عليها فخليناها بالباكول شيلف ايريا اذا برايماري ساببورت حطيناها بالمنطقة الاساسية اللي هي تطيني ساببورت على مود من تنزل هاي القوة عليها من ينزل الاكل عليها رح تقدر انه توزعها دستوربيوت ذا فاكشنال لود هاي القوة توزعها اوكي طلا يعني شنو قزة طلاب؟ شوف طلاب هاي المنطقة اللي احنا صفتنا بيها الاسنان هاي الباكول شيلف ايريا اللي هي هادي اوكي صفتنا احنا بيها الاسنان هاي المنطقة هي برايماري ساببورت يعني اصلا هو العظم مالته كلش قوي هادا العظم بحيث يتحمل القوة اللي تصلط عليها لذلك احنا اختارينا هاي المنطقة بالتحديد لانه هي تتحمل القوة اللي تصلط عليها يسموها باكال شيلف ايريا اوكي هاي المنطقة صايرة باكالي فيسموها باكال شيلف ايريا اهنا اي وينه؟ صفتنا الاسنان اهنا بحيث انه الاكل اول ما يجي وين راح تصلط راح يجي طبعا هي هاي المنطقة افقية شوفوا افقية هيتش صايرة الاكل راح يجي بشكل عامودي عليها طلاب من فوق تخيلوا انه هسا انتو هاي اسنانكم وحيجي الاكل الاجل الاكل راح يجي بشكل عامودي صح لو مصح فاذا بما انه هاي المنطقة قلنا انه هي تشريحيا اناتوميكالي يعني هي منطقة قوية كلش العظم مالتها قوي فبالتالي انه هي راح تتحمل القوة اللي يمسلط عليها اوكي وراح تقلل يعني شنو الليفارج افكت يعني ما راح تخلي انه الدين تشري يتحرك يعني من يجي يصلط من يصلط هنا قوة على هاي الاسنان يعني الاكل دايجي هنا على هاي الاسنان وهاي المنطقة قلت انه هي العظم مالتها كلش قوي فرح يقوم هاي الاسنان توزع لي هاي القوة على العظم فبالتالي القوة مرح تخلي للدين تشري يتحرك لان مباشرة العظم راح يمتصر فالدين تشار مرح يصير بي يعني مرح يصير بي حركة دورانية يعني مثل لما انه ساكو دين تشارات من يصلط علي هنا الاكل هنا مباشرة راح يضغط علي هنا ورح تتحول من ان انا حيصير بيها شنو حركة دورانية يعني دين تشار يصير بيه بس لا بما انه انا صفطت هاي الاسنان بمنطقة تتحمل قوة والعظم مالتها كلش قوي ثم راح تصلط عليها الاكل بشكل عامودي على هاي المنطقة اللي هي باكل شيلف ايريا هذا راح يصير مباشرة راح يصير لتوزيع لللود يعني للقوة اوكي لذلك تشريحيا قالوا اناتوميكالي هي هاذا افضل موقع انه احنا نصفط بيه الاسنان الخلفية اوكي لانه نقلل اللي برج افكت ماته sometimes شنو يقول لك sometimes the second and the third molar would be extracted in the arch of a variable or removable partial denture طلها فشوفوا شنو قالوا قالوا انه احنا عندنا هسا انت عندك هاي الاسنان اوكي عندك هذا 6 وهذا 7 وهذا 8 وعندك فوق 6 او 7 و 8 شنو قالوا قالك انه من نجي احنا هاي اسنان طبيعية اوكي من نجي احنا قالك انه اقلع الاسنان الطبيعية اللي هي السفن من اوم نبالله قالك الثيرد مولر اللي هو الايد والسفن يعني الثيرد مولر اخير واحد قالك هذا اقلعه وبعد ياه اللي نقلعه الثيرد والسكند حتى السفن اقلعه اوكي السكند والثيرد اقلعه بالارج بالارج اللي يقابل removable partial danger على مود تقلل اللينغة والسكند 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 شوف طلاب انت من تجي تقلع الاسنان الاصلية انت عندك هذي شنو هذا العظم ما للبايشنت يعني هاي الاسنان الاصلية ما للبايشنت يقول لك عندك هذي شنو هذي هاي هي record base اللي 4 وهنانا اجينا عندي اني واكس على record base واجيت راح نصفط الاسنان يقول لك انو انت من تجي مصفط الاسنان شسسوي تعال اقلع اقلع الاسنان الاصلية المالبايشنت اللي هي الثيرد والسكند يعني السفن والايت اقلع هنذني ليش؟ على مد انو ما تتصلط انو من يجي هذا السن السن اللي قلعته ما يجي يصلط لود على الدين تشغل هواية اوكي؟ ما يجي يصلط قوة هواية على الاسنان يعني تقلل اللود اللي يصير على هاي المنطقة بالذات اوكي؟ هزا خلني يجي اشرح لكم اياها né اعتبروا هاي الأسنان الاصلية ما للبايشنت او ل traded اعبروا هاذا اعتبروا هذا DIAN CHAR اوكي؟ هذا اليدين شغل اللي انا سويته و هاي الاسنان الاصلية ما البيشنت يقولك انو انو انت من جي تقلع هذا السن واوكو سن اهنا هم مقلعة يعني الثيرد والثيرد هذاني قلع حينو هذاني قلع حينو إنو أصلا ثغة مام صفتينا مال منو؟ ما للباشنط اقلع هذا وهذا مالات الأصليات ليش؟ على مدئنو متى تسلط متى تسلط قوة على هاي المنطقة يعني من يجي هذا السن لو فرضا إنو أكي سنو هذا السن من يجي أكل أو شي راح يقوم من يسلط قوة على هاي المنطقة ذان هاي المنطقة هو دينتشر احتمال إنو الدينتشر إذا سلطت علي القوة شنو يتحرك أو ما يتحمل هاي اللود اللي تسلط عليه فهذا يعني هاي العبارة هي دا تقول هيتش انه انت من تجي اقلع الاسنان الاصلية مع البيشنت اللي هو منو منو اللي هي السكند والثيرد مولر ليش انت تقلع حن اكستراكتد ان اوبازينك ارش اللي موجودات بالاوبازينك ارش مع الريموفبال بارشير دينتر على مودي ساعدا בתقليل الطعام اولا اني من اقلع حن اوكي من اجي اني هذا عندي السكند اني من قلعت السكند والأيت اللي هنا ليس للا بالمال ما احطر ان اطول الاكلوجال يعني ما رح احطر اوصل الواكس لهنا يعني ما اطول عندي فقط سن واحد ما طول عندي فقط سن واحد بحلق البيشنت اللي هو هذا فراح اجي بث الهنا اوصل الريكورد بيز لهنان وحط عليها واكس واصفط عليها سن. ما رح اضطر انه انا امدها بعد اكثر على متوصل للسن الاخير اللي موجود فاني قلعتها يعني بعد ما يحتاج اوصل الريكورد بيز لهنان اوكي هاي واحدة ثانيا بعد شنو سويلي اتقلل اللي انكتما للاكلوجل تيبر يعني ما تخليني امد الواكس هوايا وتقلل السترس فنتقل لما تحضر ال表示 فري اند اتقال لا تخلي انو فرض انو اني لدي اثنان هنا هذا هاي الاسنان ما البلت شن Ena ان flattering Wildivot فرد ان يجدو اني concerns CPI vs spaceいやcode lim EVERY сем لكنها اصفط عليها اسنان ما اصبت لي وفرض اني لدي وفرض اني عندي اسنان فوق نحضر بهذا السن ان الاسن. ما قلت في الاي ج دا اصفة لهذا السن تقللzcz او القديمةLe pre E ghosts عليها وبالتالي احتمال انه الدين شار يتحرك ويوقع اوكي بعد الارتفيشيال بوستيريارتيز شود بي اغينيج فارده ديستالي than the beginning of a sharp upward incline of the mandibular residual ridge خلا شوف انا شو ننزل السور شوفوا طلاب انا شنو عندي عندي هسه هذا هاي هي الانيكلاين ضعوا طلاب هاي هي الانيكلاين ما للماندبولا فيقولك انه انت من تجي الصفط من تجي الصفط السن مادك لا تجي الصفط على هاي المنطقة ليش لان هاي المنطقة مش تغلق كمز لقانة طلاب شوفوا من اجي انا اصفط السن هناي وينه مجرد ما انه يعضل بيشنت فهذا الانيكلاين كليش راح يسوي الدينة كله راح يزحلق ويطلع للامام اوكي فانت دين بالك انه الصفط على الانيكلاين اللي هي هذي انيكلايندبولد شوف شو قالي اللي هو هنانه زيقولي انه انه انت من تجي الصفط not arranged arranged further distally لا تروح ديستالي لا تروح زيادة ديستالي فوق شوف طلاب يعني هسه ديستالي هيش تصعد ما يصير اكثر من شارب أبورد الأبورد يعني العلو الشارب يعني هاي الحافة العالية يتصعد يعني هذا الميلان شوفوا هذا الانيكلاين دي يصعد لي فوق أبورد هو هذا المانديبولار رسج والرج اوكي فدي لبالك الصفط هنانا ديستالي أبورد إنكلايند ليش لانه ما راح تجي انت لو فرضا صفطنا السن هنا من يجي يأكل البيشنت مباشرة راح يضغط على هذا السن هذا السن اصلا هو مزلقانة يعني هذي هي مشتغلة فراح يتحرك الدينشار كل للأمان اوكي وبعد وحتى على غتور طلابها اصلا جابونا اياها يعني فما يصير اصلا الصفط فوق غتور غتور مولارباد هاي هي منطقة غتور مولارباد هنانا دي لبالك الصفط هنانا كذلك this to do would have effect of shunting of the denture anteriorly shunting يعني يزح لك الدينشار كله للأمان يعني لو فرضا إنه هسه هذي تمام لو فرضا إنه هسه آني هنا يوينه صفطت بهاي المنطقة شوف طلاب لو فرضا آني صلطت بهاي أو صفطت بهاي المنطقة اللي هي هنانا هاي شايف هاي upward in inclined هذي المنطقة من أجي آني أصفط سني هنا يوينه رح يجي يضغط علي لي بفوق ش رح يصير رح يصير أكو هذا الدينشار كله رح يصير بيشانتنج يعني يطلع للأمام يزح لق للأمام لأنها يشتغلت كمز لقانة كله رح يطلع انتيريار يعني الدينشار يطفر لي قدام بحلق البايشانت مانديبولار بوستيريار تيس شود نوت بي آرينج دستر تو أفورد in inclined اللي هي الأسيندنج رايمز أو فرسجوال غيش مو غامي رايمز هاذا اللي أني اللي أنتو تقرون علي بالتشريح لا رايمز هاذي ما للمانديبولار هاذي رايمز شوفوا طلاب لازم أنه أنت الأسنان ما تصفط بالأبورد هاذي هي الأبورد الارتفاع اللي هو غيمز ما للمانديبولار ما يصير أنه أنت تصفط الأسنان هنا بالغيمز أو فرسجوالرج يعني شنو قصده هنا قصده أنه المولر وين يصفط أنت من تاخذ طبعة حدد بالقلم على الكاست استنى كلكم أنتو حددتوا على الكاست الأماكن فأنت حدد على الكاست مارك يعني علامة حدد على الكاست لاند ايريا يعني معناته أنه هذه بداية الإنكلاين شوف يعني طلاب منا أخذ طبعة شوفوا طلاب هذا مول كاست رح ساعدكم أنتو تخلوني هنا وين مارك فتعلامة بالقلم أوكي هاي شوفوا حتى هو مخلي هنا علامة منتج الصفط المولر الصفطة أنتيريور يعني قدام هاي العلامة مو وراها لا من البكينينغ أوف إنكلاين هو مننا يبدأ الإنكلاين يعني شنو الإنكلاين يعني مننا يبدأ الميلان هسه من هاي النقطة رح يصعد عادي يصير بإنكلاين أبورد فمن البكينينغ مالت الإنكلاين من البكينينغ من بداية الإنكلاين الميلان وراها احنا شنو نصفط عادي المولر يعني أنتيريور تو هذا أنتيريور تو هاي العلامة لهاي العلامة انو احنا نصفط المولر زيان شنو عدنا بعض sometimes it may be necessary to select teeth other than those lost by the patient إنو بعض الأحيان أو أحيانا it may be necessary يعني لازم إنو احنا نختار أسنان other than those lost by the patient يعني أسنان مو مثل هاي اللي فقدناها عن طريقة البيشنت يعني مو مثل هاي اللي فقدها البيشنت يعني شنو مثلا إنو أنت عندك second بري مولر عندك البري مولر second والفيرس مولر أنت اللي فقدتهن إذا أنت بقى طلاب تعلموني إنو هو الأصلا البيشنت شنو 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 بج من تجين تصفط أسنان شنو 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 بري مولر وفيرس مولر أوكي يعني هاي السبيس هذا الفراغ مالت المولرات اللي ينقل عن شنو نحط مكان هن أسنان إصطناعي نحط second بري مولر ونحط الفيرس مولر أوكي وعلى مود إنو شن نسوي على مود إنو نملي هاي السبيس اللي افتلعك يعني هاي السبيس اللي موجودة عند البيشنت بعد يقول لك إذا كان عندك باويندد إدينشلس سبيس يعني شنو باويندد يعني باويندد سن منا أوسن منا أوكي عندك منطقة فارغة فمن تجي تختار الأسنان لازمش تختار تختار أسنان فيور أو سمول تيت أر نيسيسيري يعني لازم أسنان صغيرة أو قليلة كلش مهمة بالتوث باويندد إدينشلس سبيس بسبب إنو الأبات منت ميبي درفت باتجاه وان انا دار يعني شنو درفت يعني يصير بي تلتينج يصير بي ميليدان هسه شوفوا هاي هنا ما أعتقد إذا أني نزل الصورة عنها تمام نرجع شوفوا طلاب هنانا عندك هسه هاي باويندد يعني شنو باويندد يعني هذا سن وهذا سن وعندك هاي سبيس صائغة باويندد توث إدينشلس إيريا هاي الإدينشلس إيريا من تجي تعوض بيها أسنان هاي الأسنان لازم تعوضها يا أما صغار يا أما فيور قليلة مثلا هنا نتعوض بس سن واحد أوكي هذا ليش لأنه أصلا هاي المنطق الضغرة تشون لأن هذا السن صار بيميلان إحنا نعرف إنه السن إذا لقى قدامه مكان فارغ مباشرة يطفر باتجاهه رأي سن يميل علي فحتى هنا يوين أحسه حيصير أكو ميلان بهاي لأنه السن ده يلقي قدامه منطقة فارغة فده يروح باتجاهه يصير بيتلتينج فبسبب لدريفت ما للتوث اللي صاير أكو دريفت هيج وهيش ديجن يعني ميلان هيج وهيج أنت لازم تعوض لها ما أسنان صغيرة أو أصلا أسنان قليلة لأنه المنطقة الضغرت عن طريق أنه المنطقة هاي اللي ريد نعوض بها هي زغرت وشون زغرت أنه الأسنان سوت عليها دريفت يعني شنو دريفت يعني مالت باتجاه هاي المنطقة زيان الأستيتيك الجمالية يعني إحنا مني جي نختار الأسنان غير نصفت ها فأول إنت خلي ببالك شنو خلي إنه جمالية ببالك لازم إنه هاي الأسنان اللي تختارها تنطيك جمالية للدينشغ ذي يعني هسا أنت عندك هذا السن هذا هي وعندك هذا عفو لا عندك هذا السن الطبيعي ما لل بيش من تجي أنت تختار سن إصطناعي على الأقل للسن الإصطناعي لازم يكون بطول السن الطبيعي نفس الطول لازم شنو أكلوجوج من الاكلوجل الى الجنجايفل لازم يكون طويل بطول هذا السن من الاكلوجل الى الجنجايفل مثل الاباتمنت الاصلي مثل السن الاصلي ما للبايشنت to prevent up the unwanted disability of the danger base يعني شو امنع the unwanted disability of the danger base شوفوا طلاب من انت عندك هسه هذا السن اوكي طويل هذا الاصلي ما للpatient اجيت انت حطيت السن بس هذا السن اللي حطيته انت شنو حطيته قصير يعني كلش قصير زيان هذا رح ينطيك منظر يعني منظر غير مغروب بها رح ينطيك ورح نطر احنا كاطباء اسنان انه نخلي هذا السن القصير بطول السن الاصلي ما للpatient وهاي المنطقة كلها نعب بها شنو اكريلك كلها هاي المنطقة تعبى باكريلك زيان لو فرضا انه تباوع يعني على هاي الكيس عندك سن قصير وهذا كل اكريلك وهذا السن الاصلي طويل ما للpatient يا ترى هذا منظر مغروبي طبعا لا فش داي يقول لك اهنا يوينه داي يقول لك انه الاختار على الاقل نفس الطول على مود تمنع او انه ما يصير اكو انو تنزب لي دينشار بايز ماتيريال ما تخلي انه نحط دينشار بايز ماتيريال يعني ما تخلينا انه بعد احنا نحط اكريلك على مود تسد الفرار انت اختار السن قصير وضل اكو فرار مثل ما قلت لكم هسه فعلى مود نمنع انه انت هسه تحط دينشار بايز ماتيريال تحط مثلا هسه هذا السن الطويل ما للpatient وانت اختار السن قصير اوكي فانت على مود تسد هذا الفرار ش راح نسوي راح تحط ماتيريال لاني نستخدمها بالدينشار بايز منا نسوي بايز اللي هو الاكريلك راح تضطر انه تحط اهنان اكريلك والسد الفرار وهذا منظر انوانتد يعني هاي خصوصا من انت اصطفط الاسنان الابر لازم تراعي هاي النقطة الانتيريار تيث انت من تجي تختار الانتيريار تيث من تستخدمها يعني انت من تجي تختار انتيريار تيث اوكي تريد الصفطها لازم اول شغلة تخلي ببالك انو الاستيتيك لازم نفس الالوان الاصلية مع الاسنان البيشنت نفس اللون نفس الطول نفس الحجم اوكي هاي لازم تخلي ببالك هاي النقاط وبعد ولازم انو توفر لي وظيفة القطع احنا كنا نعرف انو وظيفة الاسنان الامامية هي شنو انسايزنك تقطع الشي هسا انت اذا عندك فتشي تريد تقطعه مجرد ما تخلي بين اسنانك الامامية رح ينقطعه فانت من تجي تختار هذا الشسمة من تجي تختار الانتيريار تيث لازم تراعي هالنقطتين اول نقطة انو انت لازم تختار هن جمالية ثاني نقطة انو انت لازم تختار هن ينطن وظيفة القطع these are best arranged when the patient is present بسبب أدد أبوينتمنت طبعا هي هاي كلش ضرورية بحالة انه منتج الصفط لان بكل الاحوال انتش راح تخلي راح تخلي موعد اضافة للبايشنت انه تراي اين يعني شنو مرحلة التراي اين مرحلة التراي اين قبل ما انه يحولون الدينشار يعني بالفلاسكين قبل ما يحولوا الى دينشار نهائي هو هسا الدينشار موقت ده نصفط احنا عليه الاسنان بشكل موقت قبل ما يحولوا وهسا احنا بالعيادات السنة هي تشتغلنا انه مرحلة او الجلسة ما للي تراي اين هاي كلش كلش ضرورية انه احنا قبل ما نحول قبل ما نحول مرحلة الفلاسكينج يحول الدينشار الموقت الى دينشار نهائي لازم نسوي تراي اين يعني شنو نجي نلبسه للبايشنت التخم اللي صاير عندنا او الدينشار نلبسه للبايشنت نشوف الاسنان متناسقة نشوف الطول نشوف القياسات هاي مرحلة لتراي اين فيقولك انت صح انه هاي النقطة تخليها ببالك من تجي تصفط وبس هو يعني على الاغلب انه بكل الاحوال انه البايشنت لازم تصير لجلسة اضافية بالتراي اين يعني هم انه انه اني بالتصفيض اختار اراعي هاي النقطة او حتى بالموعد مالي لتراي اين من اسوي تراي اين للبايشنت هم اراعي هاي النقطة اوكي انت الاسنان الاصطناعية اللي اختاريتها لازم تطابق الاسنان الاصلية مالبايشنت او حتى اذا مسوي فكسد رستوريشن يعني اذا البايشنت زارع زارع هني وينه زارع لك هذا السن من تجي تختار سن الاصطناعي بصفة لازم شنو لازم يكون اي طابق السن اللي اصلا هو فكسد يعني اللي زارع عاني اوكي معناته شنو هنان اشتو يقصد دي يقولك انه انت من تجي انه تختار الاسنان اوكي المالبايشنت الانتيريا يعني من الطابق هاي الاسنان وهي الاسنان الاصلية مالبايشنت تستخدم ناترال لايت يعني تستخدم الضوء الاصلي مال الغرفة او تستخدم ضوء الشمس اوكي الناترال لايت اوكي ديلوا بالكم تستخدمون هذا اللون مالبتشير اللي هو يصير اصفر يعني واحتمال انه اصلا يعني ما ينطيني نفس يعني يخدعك يقولك انه هذا نفس اللون بعدين من يطلع البيشنت وبالشمس راح يشوفوا انه لون السن يختلف عن لون السن الاصلي ماته دائما لازم استخدموا نيتشرو لايت وشنو كومبليتيت كويكلي اس بوسبل يعني لازم بسرعة مثلا انت ده تشوف عندك سيتما الاسنان والوان مختلفة وده تيجو تطابق ويا الاسنان الاصلية شفت هادا اللون بسرعة ما ما الطابق تشيله تخلي غيره تشيله تخلي غيره ليش لانه اذا خليت او ظليت تباوع علي الفترة طويلة تشوفه تطابق لولا فالعين ماتك راح تتعب مباشرة غصبا عليك راح تقولك هذا اللون يطابق هو احتمال ما يطابق بس هو انت لانه ظليت تباوع على هذا السن فرح تشوف انه اثنينات متباطل طابقات يعني نفس اللون فاذا انت من انت تجي تريد تشوف التطابق ما للاسنان لون الاسنان بسرعة بدل شفت هادا اللون ما الطابق وخره جيب غيره جيب غيره جيب داكن جيب ابيض جيب كذا بس بسرعة يعني خلال دقائق ليش لانه من تطول وظل تركز يا ترى هذا السن يطابق هذا السن وظل يتركز بعينك مباشرة عينك راح تسوي انه ترحمك انه هذن متطابقات اوكي فيصير بيها فاتيك يعني الاسنان اللي تختارها بالنسبة اذا كان عندك مثلا المسافة بالانتيريار تيذ وتريد تختار اسنان على موضة صفتها فعادي نفس الشغلات يعني نفس الاسنان اللي تختارها للcomplete denture انت تختارها للpartial denture منطقة الانتيريار الشيدي يعني المولد ار سيليكتد تو ماتش ده ريمينه نكتيد لازم الشيدي يعني اللون والمولد اللي هو القلب ما للاسنان اللي تختاره لازم يطابق ريمينه نكتيد انه الاسنان البقية ويناسب انه الفيتشار ما للبيشينت اوكي يعني الشي اللي انت تختاره اللون اللي انت تختاره لازم يطابق الاسنان البقية وبنفس الوقت لازم شنه يسوي يناسب البيشينت اوكي مميزات البيشينت نفس البرنسبل يعني نفس ما انتو صفطوا العام الاسنان ما للcomplete denture فالسنة انتو يعني الانتيريار تيث صفطوها نفس يعني تصفيتة العام نفس البرنسبل اللي انتو اخدتوها العام بتصفيت الاسنان الامامية مثلا احنا مو قلنا انه اللاترال لازم شوي يصير دستالي بالنسبة للاسنان البقية هاي العام السنة هم كذلك انو من تجي انتو صفط سنترال سنترال وتحط النوب سن اللاترال فهذا اللاترال شوي لازم يصير بي ميلان دستالي وهكذا يعني نفس البرنسبل بالضبط هذاني شغلات بالمختبر انتو يعني السنة اكيد اشتغلتوهن بعد شنو يقولي يقولي يعني شنو فقدانا رستوريت في سبيس يعني بالاسنان الامامية من ينقلع السنترال طلاب من انقلع السنترال مباشرة ورا فترة الاسنان راح تزعف على هاي المنطقة اوكي فراح تقل المسافة من تجي انت تريد الصفط اسنان تلقى المنطقة مات تكررستوريت فيها منطقة اللي تريد تخلي بها انت اسنان كلش صغيرة المساحة او المسافة مات تك صغيرة فهنانا هاي المشكلة يعني يقولك انه اصعب جزء عندك انه انت من تجي تريد الصفط اسنان انتيريار تيث راح تلقى انه الراستوريت في سبيس ماتك او المساحة ماتك اللي تريد الصفط بها السن تكون كلش لوز يعني مفقوده بحيث انه المسافة كلش قليلة يعني لازم انه يعني بما اش وقت تتخلص من الحالة الا بحالة انه انت صفط الانتيريار تيث تستبدله فورا بعد الاكستراكشن يعني اكو هذا اللي يسوي اميديت يعني هذا موقع وفور يعني يسوي شنو هذا هذا السن انه منيق خصوصا اذا يجو المعلمين او دكاترة يعني فيقلع سنه من ناي وينه فيقولك انه انا اليوم مثلا يجي المعلم يقولك هاني اليوم عندي دوامش شون شنو الحل فانت تسوي له اميديت فابري مجرد ما قلعت السن تلبسه هذا الديانشار هذا اضافة الى ذلك انه هذا الديانشار هذا راح ما يمنع السن يجي منه من نازلين تخيلوا انه انا هذا السن وهذا السن وقلعت انا السن اللي هنايا من اجي انا انا اسوي لديانشار لهذا البيشنت فوري يعني بعد القلع مباعفون بعد القلع مباشرتين اولا التوث ما راح يقدر يروح يعني يسوي درفت ما راح يقدر يزحف على هذا الاتجاه ليش لان اكفت شي صادة منا وصادة منا فما راح يقدر انيزحفا على هاي المنطقة ويقلل اللي المساحة اللي هنا هاي وينه لذلك انا ضمنت انه ما راح افقد الرسوريتي في سبيس هسا ابسط مثال هو هذا هيا تشوف من انا قلعت هنا يوينه طلاب هاي منطقة امامية من انا قلعت هنا نالسن مباشرة راح يقوم هذا التوث يسحف هنا وهذا التوث يسحف هنا فاتقلي السبيس اللي موجودة اوكي اتقل عندي السبيس وهذا مشكلة تواجهني كلش هاي المشكلة اوكي اذا اريد انا يتلافى هذا الموضوع انه مباشرة اخلي لدينت شوق فوري للبايشنت زين المنطقة اللي هي صايرة بصف الاسبيس اما دريفت او تلت انتو اسبيس مسما قلت لكم انه هاي الاسنان هذا سن منا وسن منا من ينقلع سن منا يوينه ش راح تجي مباشرة راح يجي يسحفني هنا يوينه يعني هي تشي راح يصير ان طلاب شوفوا هذا السن راح يسحف هي تشي وهذا السن راح يسحف هي تشي الاسبيس هنا مصارت كلش قليلة الرسطوري تفهاي الاسبيس صارت قليلة كلش the drifting او tilting هذا لدرفت الزحف اللي يصير بالاسنان او التلتن الميلان noticeable decrease in restorative space ان راح يقلل المنطقة الرسطوري تفاس اوكي and first the selection of one or more four statistics that are narrow than the natural contraparts والافضل انو احنا نتجح انو نختار راح نضطر انو احنا نختار شنو اسنان واحد او اكثر بحيث شن نختار ان ياما نختار ان ضيقات اضيق من الاسنان البقية اوكي راح نضطر انو احنا نختار سن كلش نحيف وضيق وبالتالي انو هاي مشكلة يعني راح نضطر انو من نريد نرتب بهاي المنطقة زين هاي المنطقة صار بها هذا سن ندرفت وهذا سن ندرفت من نجي نختار راح نضطر نختار انو سن صغير يسد هاي المنطقة لان المنطقة قليلة بس عندي اني حل ثاني شنو هو الحل هذا الحل ايش وقت تسويه تسويه من يجيك للبيشنت يعني يتوجاك للبيشنت للعيادة باوعت عالكيس ماتي لقيتها هي تشي طلاب شوفو باوعت لقيت انو عنده هذا قال لك انا اريد اعوض هذا السن فايجاك هو للعيادة هي تشي اسنانه هاي صير بيها دريفت هذا السن جاي هي تشي اوكي وهذا السن جاي هي تشي ويقول لك دكتور اني اريد اسوي احنا يوين شنو اريد اعوض هذا السن ازان انت كدكتور منوفوض انو تجي تعوض الهيال لو تختار اسنان قليلة لا مالفروض تجي انو تعالج هاي المشكلة يلا بعدين تروح تسويه لدينشر يعني اصلا قبل ما تاخد طبعه احنا اول ما يجي البيشنت يريد يسوي شنو يريد يسوي دينشر احنا اول خطوة شنية وارا ما اتفقنا على الدينشر اول خطوة هي ناخد له طبعه طبعه راح نزهل المختبر يسوينا عليها كاس بعدين نجي نسوي الكورد على هاي الكاس نخلي بعدين واكس ونصفطه الاسنان انت قبل ما اتسوي اصلا تاخد طبعه لازم تعالج هاي المشكله فشنية هي هاي شن راح نعالجها اثناء اه during the لازم تحاول على مود ترجع يعني ترجع الاسبيس الاصلية شوفوا طلاب هس هذا هذا سنصير بميلان وهذا هي تشي فأنت أصلا قبل ما تأخذ طبعة لازم تحاول ترجع لي هاي المنطقة وتشيل هاي المنطقة أنا أريد الاسبيس ماتي كاملة يلا بعدين أجي أنا أسوي الدينش فلازم شنو تسوي ريشايبينج لليبروكزيمال سيفيز شنو ريشايبينج طلاب ريشايبينج معناته أنه الميلان هسه هذي ما يلهيتش صح مون أجي أشيل هاي المنطقة بهذا البيض أسوي ريشايب لليبروكزيمال هذا البروكزيمال ميجيال و دستال ميجيال في ميجيال فمن أجي أنا شنو أسوي أاجي أخذ من هاي المنطقة وأخذ من هاي المنطقة و أرجع ليسبيس ماتي يعني لو فرضا أنه هسه هذا السن هجيمايل وسن هجيمايل طلاب فمن تجي أنت تسوي ريشايبينج تجي تجيب البر هذا وتأخذ بهاي المنطقة وتأخذ بهاي المنطقة بحيث سن ماتك شن رح يصير السن رح يصير aqui يرجع للأصل اخذت منها ومنها ورجعت الاصلة يعني سويت reshaping وبعد شنو نسوي the proximal surface of adjacent teeth if the entire width can't be recovered اذا ال entire width يعني اذا ما رجعت للمسافة الاصلية كلها يعني المسافة اللي اول ما قلعت للباشن كانت اكو مسافة بعد زحفن الاسنان وضيعن هاي المسافة اذا المسافة الاصلية ما قدرت انا ارجعها consideration should be given the overlapping of artificial teeth رح اطلق شنو انا اسوي من اجي اصفط شهو طلاب هو الافضل انو احنا نسوي هيجي اجي احط سن على سن اوكي سن واسوي لoverlaping يعني سن صاعد فوق سن هذا الافضل يعني هذا الافضل حل انو انا اسوي overlaping للباشن انو اخلي لشنو اخلي سن فوقسن اسوي له overlaping the artificial teeth so the normal size tooth must be used to harmonize with the patient face ولازم انو انا اختار حجم طبيعي يتوالموا يوجه البيشنت يتناسقوا يالوجه ويتناسقوا يالاسنان الاخرى فالافضل افضل رح اطلوا انو انا اسوي overlaping على مود ارجع هاي المسافة وانطي فد معالم حلوة للباشن باسنانة يعني هسا overlaping طلاب هو يعني هذا فد شي يعني مو شي عير يعني هسا انت يعني انا حتى صادفتني يجيب كيسات انو اكو باشنطية من يضحكون سن صاير فوكسن هذي مو فد مشكلة يعني overlaping انو سن فوكسن متراكبات فهاي شي طبيعي فانت حتى لو سويهم للباشن هم عادي يعني ما راح يقليل انهوية اصلا من الجمالية لان هذا فد شي داعج هسا overlaping نعم ايش داي يقولك داي يقولك when the anterior tooth is lost من انت فقدت الاسنان الامامية هاي داي شرح لاني شرحته adjacent teeth راح تسوي drift or tip into the space يعني راح تجي تسحف بالمنطقة اوكي لذا زيان هاذا produce not disabled decrease or restorative space هاذا راح يقلل المسافة ماتي ورح اضطر اختار replacement narrow يعني راح اضطر اختار اسنام ضيقة اوكي فشوفوا هسا اني هناي وينه هناي وينه